بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكل مشاهدين الكرام محبابكم ومعشرة في بيتكم في بيت الهنى جميل إنه نشتري جهاز بسع كمبيوتر لأولادنا أو لابتوب ونحاول نعلم من قدر الإمكان إنهم يتواكبوا مع العالمة ولما نتكلم عن الإنترنت بالتأكيد فيه فوايد كثيرة إذا كان في مجال التعليم أو في مجال الثقافة أو إذا كنا دارين نستمتع ببعض الأفلام أو الجيمس لكن هل سألنا نفسنا إنه أولادنا ديل لما نخليهم إنهم يتعاملوا بالطريقة الإيجابية اللي إحنا بالتأكيد اشترينا الكمبيوتر عشانه هل بيتعاملوا مع الإنترنت بطريقة صحيحة؟ وهل بيفتحوا بعض المواقع اللي إحنا ممكن نتفاجأ بإنها تتعارض مع ثقافتنا السودانية والعربية والإسلامية؟ كلها حاجات ممكن تقلق أي أم وأبو في إنهم يحافظوا على قيم ومبادئ أصيلة موجودة في أبنائنا لأنه في لحظة ممكن تخرب بسبب مشهد أو بسبب فيلم إباحي ممكن يشوفوا عبر الكمبيوتر أو عبر الإنترنت مسألة الأمان مسألة جديدة سمعنا بيها أمان الإنترنت هل هو موجود في السودان؟ وكيف ممكن نخلي أولادنا يستمتعوا بكل القناة في الأول ده من غير ما يضرهم؟ كلها أمور إحنا هنناقشة اليوم بصحبة ضيفنا اللي هيشرفنا بعد شوية أستاذ محمد أزهري وهو مختص في مجال الكمبيوتر وفي مجال الاستشعار عن بعد وأيضا في نظم المعلومات الجغرافية أهلا بيكم وأهلا بيهم تعالوا نستنعوا مع معكم أهلا بيكم مشاهرين من جديد وصل لسالون بيت الهنى أستاذ محمد الأزهري وهو مختص في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد أهلا ومرحب بك كثير شرفتنا في بيت الهنى الله يخليك ويبارك فيك مرحب بيكم والواحد السعيد أن يكون مشارك معكم في بيت الهنى ومرحب بالمشاهدين أهلا بيك كثير إحنا كمان أسعد النت الآمن معناه واشنو كمفهوم؟ النت الآمن كمفهوم هو نت خالي من كل العيوب الماء اللي يقبل البيت السوداني كلنا بنعرف أن البيت السوداني عنده عادات وعنده تغاليد وعنده الحياة اللي لا يمكن أن يتنازل عنها أبدا فالنت الآمن بالنسبة للبيت السوداني هو النت الخالي من هذه العيوب الموجودة في النت عموما جميل دي حاجة طبعا نتمنىها في أي بيت لأنه يعني الإنترنت على حسب ما هو مفيد أو على قدر ما هو مفيد أيضا في كثير من الحاجات الضارة اللي احنا فعلا ما بنحب أنها تكون موجودة لكن السيطرة على العملية دي أفتكر صعبة شوية ما عرف رايك شو أنت مختص في المجال؟ طبعا بكل تأكيد السيطرة مش صعبة السيطرة أنا أكاد أقول مستحيلة أكاد أقول لكن لا يعني في فترات من العمر بالنسبة لكل الناس يعني بالنسبة للشخص البالق أنا بقول السيطرة صعبة جدا جدا إلا عن طريق الشخص نفسه إيمان الشخص عاداته تغاليده هي اللي بتجبر الشخص أنه ما يمشي لأي منطقة ما مقبولة أو خطرة ففي حياة كثيرة جدا في النت ما مقبولة بالنسبة لنا كسودانيين نحن بالنسبة للغرب ممكن تكون مقبولة وعشان كده هي متوفرة وفي مؤسسات طبعا زي عندنا الهيئة الغومية للاتصالات شغالة وبتدعب وكل حاجة لكن صعب جدا جدا إنها تواكب كل المحظورات وتحظيرها هي يعني الهيئة هي بتعمل علشان الناس المعارفين إنها بتعمل على ضبط المواقع الإباحية الممكن تكون موجودة أو بعض الفيديوهات اللي بتكون نازلة في بعض المواقع الأخرى صحيح هي بتحاول يعني الهيئة الغومية نحن بنشكرها والله على العمل والجهد اللي بتكون به لكن محتاجين مننا نحن بنفسنا يعني كل واحد مننا يحاول إنه يربي أهله ويعلم الناس على سنهم هم هم ما يمشوا للمناطق المحظورة دي صحيح صحك فاحد بيتمنى كده يعني لكن في أطفال وفي أعمار كثيرة من الصعب إنه الواحد يفهم المخاطر بتاعت الحياة الزيدي فهما بيعتبروا مغامرات وكده فبيحاولوا إنه يشوفوا أو ممكن عن طريق الصدفة يعني هي بتكون حتى في أماكن الإعلانات ممكن تكون موجودة هم بيجذبوا الناس جذب لهذه المواقع أكيد طبعا أستاذ محمد بيتمنى إنه المسألة دي تكون يعني متوفرة في البيوت كأمان بالتأكيد لأنه فعلا الغرب زي ما ذكرت هو ممكن يدخل يعني الصغار والشريحة الكبار وشريحة الشباب بطريقة مختلفة عموما إحنا بنقدر نتحايل على المسألة دي وعندنا قصة بتقول إنه النتا الآمن داخل البيوت ما شرط إلا نشتريه ومتوفر عندنا تعالوا نشوف القصة دي ونشوف عملوا شنو علشان يحافظوا على أبناؤهم تفضل أستاذ محمد أنا مواهب مصطفى من السودان من ينوب السودان محافظة شمال علي نيل الرنك عندي محمد تزعى سنة فهو بقى ارتباطه بالنيت وبتعامل مع النيت في المدرسة يعني ممكن يقعد تلت ساعة نصف ساعة كده وهو يكون عايز ينام لأنه الصبح بيكون لكن هسه هما في فترة بتاع تجازة بينسى نفسه بعض مرات ويعني بيحاول إنه يركز كتير يعني ممكن هو يستخدامه للداء بيلهيو ممكن يعني ما يأكل ما يشرب كده فتركيز بيكون دايما إنه بس هو عايز يعمل الحاجة اللي بعملها بركز عليه النيت أصلا هو فاتح ممكن يجيب أي برنامج يعني لازم يكون عايز يعمل كنترول فأنا قل له فترة بجي بعدين هم محمد بيحاول عايز يحرفي حاجة يعني أنا في البيت بيقول له المهندس لأنه هو بيحاول عايز يعرفي حاجة في الكمبيوتر شنو فعشان كده أنا بحقون حريصة إنه كل فترة راغبه أشوف البرنامج اللي بعمل وليه إن تغيرت خشج كده بيقول ليا أنا أنا متابع يعني هو بكل مرة بترقب إنه كل ما تجي رسالة إنه عايز سفاري ممكن عايز يقوم رسالة ولا كده فأشوف عشان فعلاً النت لما يكون مفتوح ما بقدر حدد إنه البرنامج اللي ممكن يفتحه شنو ما يفتحه إلا أنا عراقه بعدين في النت في أفلام عادي هو بيقول بيمشي بيكبتب أفلام بخش بعد ذاك ممكن تتفتح لي ويا أفلام فأنا بحدد إنه داير صوبرمان داير أفلام بيقول ببرنامج بتاع أفلام سفاري اللي هي كلها بحدد إنه عايزة أفلام طيور الجنة كده فهي كلها في النت إنت بتدوس بتجيك أفلام ممكن الفلام اللي انت تفتحها كلها ما تكون اللي انت عايزة أول مطلوبة إنه رتف ليحضر فأنا بكون قريبة يعني عشان حتى إنه أساعده فهو بعد مرات برضو زي ما قلت لك هو ممكن يفتحت صفحات أيوه صفحات فأنا بقول ليه ما ناريتني ليه بقول ليا يمام الصفحة دي قاط على طول فكده يعني أنا بحاول رجع بيقى إنه يعمل الحساب وعلى طول إنه يقوم كل مرة بيقول ليه وان إحنا مسلمين وبوهم مدين جدا بقول ليه دائما إحنا المسلمين في حاجات حقتنا في حاجات أن إحنا ما بنحب إنه نقوم يعني حضرها فيعني أنا بحاول طوالي أسويه حتى إنه في أفلام في 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 النت بتاعة أطفال يعني زي ناس جوردان وكده وشنو هي أفلام بتاعة أطفال لكن هما بيقوم بيجيبوا فيها فيها تفاصيل بتاعة تاي طلبات سانويات اللي هو طبعا تعليم أمريكي يعني متحررين شوية وكده فأنا بقول ليه لأ دا البرنامج جماعة تبعك بيقول ليه في وطفال بقول ليه لأ دا ما تحضروا طبعا نسا نكيت في عمري دا لأ دي ما بتنفع معاوساي ليه بيقول ليه إنت شايف إنت هسي مستفيد من البرنامج ديشنو بيقول ليه هو طبعا في مطعم وهو يعني البرنامج فكاهي لكن بعض مرات فيه إباحيات وتصرفات كده بيقول لي يعني بيعملوا حاجات وتصرفات الناس عايز تضحقوا كده بيقول ليه لكن ما كله البرنامج جدت شايفه مضحك بيقول ليه الحاجات المامة لأنا ما عايزة بعمل بعمل وشي كده يعني بداري وشي بيقول لي لأ معشان يتمد وشك ما تحضر ألعاب النت والله أنا وش متركزة لكن هو على طول عنده ألعاب في النت بيطلعها اللي هو بتاعت السباق بتاعت العربيات وفي بتاعت أسلحة وكده بيطلعها على طول هو بيلعبه هو بيلعب ألعاب السمكة اللي هو الزوم يعني دي الألعاب اللي هو مركز على طول هو بيلعبه واليومين دي في لعبة هي طلعة جديدة اللي هي في النت بيطلعها على طول اللي هي بتاعت التلوين بتاعت التلوين هم بيطلعوها على طول هو بيلعبه بعدين مركز أكثر شيء البنت وهو بيجيب يعني بيطلع هو وبيقول لها دي بتاعتك أنت محمد له غيمة أصدقاء طبعاً هو اللي يتعامل معهم عن طريق الفيسبوك هو طبعاً أطفال في سنه وهي طبعاً الوسيلة الوحيدة الممكن يعني تكلموا معها فهو طبعاً شكلين زي كهل السلام معرفة لحوال الأخبار كده لأنه كتابة لكن احنا طبعاً مركزين على السكايبي لأنه السكايبي وصل لنا صورة وصورة فهو بيحب يتعامل مع السكايبي أنا دلوقتي قاعد أنا في الكمبيوتر ويعني أنت ممكن تتكلم معي برس الرسالة فبحاول أن يتقصل يتونس كده يعني مع أصدقاء على طول يعني يكون كلام مباشر من خلال القصة اللي احنا شفناها سواء يعني يتمنى ليهم التوفيق وأفتكر هذا بينتج عن أم وأب واعين في أنهم يقدر يحافظوا على الأبداء على قدر ما بنقدر طبعاً طبعاً بكل تأكيد نتمنى أنه الناس كلهم يكونوا زي الأب والهم دي أيو مسألة التربية طبعاً فيه أعمار أنت زي ما ذكرت صعبة السيطرة عليها نا كيف نقدر نسيطرة على أبنائنا قبل ما يصلوا المرحلة العمرية دي نعمل لهم نتقى من داخل البيت لغاية لما يصل إن شاء الله لبر الأمان هذه المزالة بتجيب التدريب طبعاً يعني الطفل أنا من وجهات نظرين من سين تأسي عندنا الأطفال من سين خمسة سنين ومن سين سبعة سنين هم بيدخل على الإنترنت وبيعرفوا يدعامهم على الإنترنت فالسين دي صعبة جداً جداً السين دي لازم نحن ندعامهم مع الأطفال بطريقة تكون يعني نكون قريبين منهم نراغبهم بصورة دورية ما نخليهم يعني الواحد ما يسمحوا له أنه يكون الجهاز بتاعه يكون في مكان مكفول لازم الجهاز يكون في مكان مفتوح لسهولة المراغبة يعني الواحد ما يترك الأطفال فترة طويلة شغالين في النيت من دون ما ييجي مر عليهم ولا وبعد إذنك يعني أنا داري أفهم عمر أربعة سنين وخمسة سنين بيقعد يعملوا شنو في الإنترنت أس في الزمن ده الأطفال من خمسة سنين بيقعدوا في الإنترنت يعني بيفتحوا شنو بالزبط ما على حسب الطفل ذاته الطفل ما هو في النهاية بيشوفها لقدامه يمكن للجيمز الألعاب بيبدأ بالجيمز طبعا بالجيمز بالمسلسلات بالأفلام مع أخوانه الأكبر منه مع أخوانه الأخوات الكبار بيجيبوا ينادوا يقعدوا يومون يتفرج معانا عشان يسكتوا طبعا وعشان يلهوا عن حاجات تانية فهو بيبدأ يتعلم من العمر الصغير لحد عمر سبعة سنين لحد ما يدخل المدرسة الآن عندنا اللابات بتاعة الكمبيوتر من سنتان يبتدائي أو تالت يبتدائي فالأطفال بيقوا مع أطفال يعني الأطفال بتاعتنا الزمن ده أكبر من عمرهم بكثير وبيعرفوا حاجات أكثر من عمرهم بكثير كله عن طريقة الإنترنت وعن طريقة الكمبيوتر وعن طريقة المعرفة وعن طريقة التغنيات الحديثة صحيح يعني هنا حتى رقابة ممكن تكون حتى في المدارس يعني احنا مش نقول البيوت بس كمان المدارس الناس تخلي بالها في التعاون مع الكمبيوتر مع النت بشكل خاص طبعا الرقابة لازم تكون من كل الجهات من المدارس من الأسرة من الأهل كلهم من كل الجهات بالزاد في الانترنت لأنه الانترنت خطر جدا جدا وفيه حاجات بتعلم الطفل من سم مبكرة للعادات أصلا ما حقتنا من كل الجهات صحيح صحيح طيب في مواقع أو محركات بحث آمنة يعني ونظيفة طبعا فيه جوجل بنسمع بها فيه شوية محركات تانية ممكن احنا بنفتحها بشكل دوري علشان نعمل بحث اللي شي معين هل ممكن نقول فيه محركات بحثية غظيفة وآمنة في نفس الوقت لا طبعا معفي معفي طممتنا طيب ضرورة وجود النت الآمن يعني أنا ما عارف هل المسألة دي في السودان بس ولا في الوطن العربي موجودة لأنه فيه بيقولوا فيه أو فيه مثلا رقم معين بتصل به بيخلي أنه هذا الجهاز بأنه آمن بحث أنه ما يفتح أي مواقع إباحية أو مواقع تكون سيئة هو كل دولة بتحاول تعمل طريقة أنها تقفل الحياة الإباحية والحياة الما مقبولة في عاداتها وتغاليدها ودائما زي ما بقوله الكمبيوتر يداموا تطور بين يوم وليلة وبين ساعة أو ساعة بتلقي في تطور يعني كلما الناس يعملوا حياة جديدة ويكفلوا باب بتفتح لهم ألف باب فنحن بنتمنى أنه الناس يلقوا طريقة يحاولوا يقفلوا بها الحاجة بالنسبة للعالم العربي بالنسبة للأوروبيين طبعا هم أصلا الحياة دي مفتوحة وما في أي رفض منهم يعني حتى جميل يمكن زي ما قلت أنه شيء رائع من الهيئة القومية للإتصالات بأنها عملت على المجهودة الكبيرة بتعمل يومياً حتى تقولت أنه ممكن عشر أشخاص بيكون يومياً قاعدين بيبحثوا بيبحثوا إذا في أي حاجة بيعمل لها لقطة وعلي أهمية الحاجة دي لنا هتكون موجودة يعني إحنا كبلد سوداني أو في البلاد الأخرى هل هي بتعمل على التقليل ولا هي ممكن تكون بالعكس عملية بتاعة شغف أكثر بأنه أنا عايز أعرف المجهود لا هي بالتأكيد بتعمل على التقليل بالتأكيد فالشخص الباحث عن الإباحية حيصليها مهما كان يعني حيبضل يبحث ويبحث ويبحث لما نلقى طريقة ويسأل ويسأل والنت مفتوح يعني إحنا مشكلتنا أسي يعني الحلول موجودة في النت وإحنا بنحاول نكفي الحاجة من النت فمن الصعب أنك عالم مفتوح تحاول تقفل باب فصعب جداً جداً بتكفي لباب بتلقي في باب مفتوح فحتى الطرق بتاعة فتح المواقع المكفولة بتلقيه في النت لو بحثت في النت بتلقيه إحنا ما دارين نقول الكلام داشاً طبعاً طبعاً هو فيه موجود بأسماء يعني إنه فيه برامج بتفتح كل المواقع الممكن وهو الإباحية ممكن ورخيصة جداً يعني 13 دولار أو كده بتتلقي برة على أساس إنها تعمل عملية دي يفتكد دوع من الزكاء الغربي على أساس إنه حتى يعني الخدمة دية تقدم بمبلغ بسيط علشان تساعد على نشر الأشياء السيئة اللي إحنا ما بنرضى فيه جمعنا طبعاً إحنا بنتمنى وبنتمنى مراتين مش مرة واحدة إنه نلقى طريقة آمنة دائما للشعوب العربية والشعوب الإسلامية علشان هي في النهاية الإنسان يعني حسب عادة وحسب تغاليد عنده مفروض يرفض من داخله إنه يبحث عن الحياة دي لكن فيه فيه سن المراهغة وفيه أعمار صعب جداً جداً إنه الواحد يسيطر على لأنه هو ذاته يكون عنده شغف لإنه يعرف حاجات كثيرة فالسن دي هي اللي بتخلي الزوال يفتش فنحنا أنا يعني بتمنى إنه الأبهات والأمهات يحاولوا يساعدوا أبنائهم في هذه السن إنه يسيروا للطريقة الصحيح من دون ما يحاولوا يشوفوا المواقع الإباحية والمواقع الما مقبولة بالنسبة لنا وبالنسبة لعادة سنتواصل أكيد أستاذ محمد وهنواصل حوارنا بس بعد الفاصل خليكم معنا نتواصل معكم مشاهدي الكرام وبتواصل الموضوع عن الإنترنت الآمن في المنزل كيف إحنا ممكن نضبطه وكيف إحنا ممكن نساعد أبنائنا على إنهم يتعلموا لكن برقابة شديدة لحييك مرة ثانية أستاذ محمد الأطفال رقابتهم إحنا تكلمنا عنها بإنه في بعض المسائل اللي إحنا ممكن نعملها يكون الكمبيوتر يعني في حتة نقدر نشوف نشوفهم ونشوفهم ويتفرجوا في شنو مثلا نقدر نعمل الصداقة ما بيننا وبينهم زي ما ذكرت المشكلة مش في الإنترنت في البيت المشكلة في إنه المسألة وسطة الموبايلات وفي الموبايلات بممسكوها الأطفال يعني فالإنترنت عن طريق الموبايل برضو مشكلة نقدر نتعامل معها كيف إنترنت الموبايل طبعا الطفل ممكن ياخده المكان اللي هو عايزه ويختبي لو هو بيعمل في حاجة الناس ما عايز الناس يشوفوها يشوفوها وهو بيعملها لكن الحل ده أنا بقول الحل في الأسرة وفي الرغابة وفي الصداقة مع الطفل مع الحياة اللي هو بيعملها أنا دائما لازم أعلم طفلين يحكي لي يا أخ أنا والله لقيت الحياة الفلانية دي يا ماما أنا لقيت الحياة الفلانية يا بابا دي بيعملها كيف دي مفروض نحنا نعملها ولا ما نعملها الأب والأم هم اللي بيساعدوا الطفل على إنه يتعلم الحاجة الصحيحة لازم يعلمه اسلوب اللي هو اسلوب الصداقة واسلوب الحكي يعني الأب لو بيجي يحكي لي يا ولد والله يا ولدي الليل أنا لقاني واحد قال ليه كده 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 في حاجة في الانترنت اسمه كده 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 ودي حاجة ما كويس يا أبوي كده أنا بوري الطفل أنه في حاجات غلط في حاجات مفروض هو ما يعمل أوريه وإحكي لي وأنا أحكي ليه أما نحكي ليه بالحياتة زيدي أنا ممكن أوجهه وأوريه الغلط من الصح في النهاية الأسرة والأب والأم والطفل لازم يكون في علاقة بيناتهم وفي طريقة يعرفوا حلو بها المشاكل في أبو ممكن يجي الولد يقول له أنا ما بعرف أفتح الجهاز وممكن بيكون بعرف عنده كورس كامل بتاع كمبيوتر أعمال ليدي أفتح مال معين دي ممكن نفتح كيف يعني حتى أفتكر بالأسلوب ده بيقدر الأبو يعرف أو الأم تعرف أنه وصل ياته مرحلة من التعلم في الكمبيوتر عموما وفي الانترنت بشكل خاص ممكن يسأل ولد يا ولدي تعال وريني الحقيقي وكون هو عارفة زي ما قلتي لشان يخلق نوع من من الإلفة بيناتهم ويخلي الولد يحكي له في النهاية أنا عايز أولدي ده يجي يقول لي يا الله يا بابا أنا الموقع الفلاني ده فتحته اللي قد فيه كده كده ده الموقع ده هل هو صاح يا بابا هل أنا مفروض أشوفه هل ما مفروض أشوفه وصلنا إلى مرحلة زي دي أفتكر المشكلة بتتحل لكن لو ما في علاقة بين الأب والأم والطفل فمن الصعب إحنا لما نتكلم عن كدول عربية ما دم هي مشكلة مش في السودان بس هل ممكن يكون في ميثاق مثلا شرق أوسطي إنه يحد من المسألة دي أو يكون في بعض الأمور الليها علاقة بحجب موقع معين أو سهولة التعامل مع مثل هذه المواقع بدون ما تكون فيها أي مشكلة اللهي بتمنى بتمنى أنه يكون في ميثاق عربي في ميثاق إسلامي إحنا طبعا بناعتمد على الإسلام وعن طبيعة الإسلام وعن الأتيمة الإسلامية اللي إحنا لو اتبعناها هي بضغوضنا للطريقة الآمن قبل الإنترنت الآمن الواحد لو أخذ الطريقة الآمن ففي خيال لي ما بتكون في مشكلة صحيح بنتمنى والله أنه العرب والمسلمين كلهم يعملوا ميثاق ويحاولوا يقننوا مسألة الإنترنت ويعملوا إنترنت آمن للدول العربية والإسلامية إن شاء الله لما نشتري كمبيوتر للأولاد وبنكون ببسطة أنه قدمنا لهم خدمة بيكون في بعض الأكسسوريز أو الأكسسوريات الملائقة يعني بتكون تابعة للكمبيوتر ممكن تكون ضارة يعني زي الكاميرا مثلاً لما بنجيبها ممكن لأساس معين إنه عندنا أهلنا الأب والأم بيكونوا بعيدين فعشان التواصل لكن وجود الكاميرا بدون مبرر هل فدى عليه في البيت ولا إحنا بنجيبه ككماليات هي كمالية في بعض الناس بالنسبة لهم كمالية وبعض الناس بالنسبة لهم حياة ضرورية ففي ناس بيستخدمها طبعاً يتكلموا يعني السودانين طبعاً زي ما عارفين نحن عندنا عدد كبير من المختربين في الخليج وفي دول أوروبا وفي العالم العربي صحيح فالناس حالياً بيقوا يوقفوا الاتصال عن طريقة التلفون وبيقوا يتكلموا عن طريقة الإنترنت ويشوفوا أولادهم ويشوفوا بناتهم ويشوفوا أطفال أولادهم عن طريقة الكاميرا دي فبالنسبة لهم دي مهمة لكن في أسر ما بتحتاج لها الماء عنده مختلف دائر يشوفه ودائر يطمن عليه ويشوف أولاده كبره وصغره شكله متغير فالما بيحتاجوا له في الحتة دي أنا بعتقد أنه ما يفروض يجيبه يعني الأب والأم ما يفروض يجيبه كاميرا لطفل لأسره ما محتاجة أصلا أنا بشكر كتير أستاذ محمد أسهري على حضورك معنا وبشكر كل المعلومات التي أخذناها منك إن شاء الله يحصل الخير في البيوت السودانية دائما نقدر نوفر الأمن لهم الأمن التقني المردية شكرا لك هنتواصل معكم مشاهدينا بس بعض الفاصل أهلا بكم مشاهدينا ورجعنا لكم بعض الفاصل كان كلامنا عن النت الأمن هنتكلم عن الأمان أيضا من ناحية صحية بعض النصائح في الإسعافات الأولية مع دكتورة شزع تعالوا نتابع مع بعض زيانا مشاهدين كيف حالكم الليلة في فقرة الإسعافات الأولية هنتكلم عن إصابة مهمة جدا إصابة خيرة ويتحتم فيها التعامل بحذر اللي هي إصابات الرغبة والعمودة الفغري وإصابات الرأس بتحدث متين دائما بتحدث نتيجة لسقوط من المرتفعات أو لحوادث أو بضربة مباشرة على الرأس أو الرغبة أو العمودة الفغري اللي همية تنتج من وين؟ إنه الشخص المصاب في العمودة الفغري إذا حركته وأنت ما عارف تحركه كيف حتأزيه يعني قد تحتم عليه أنه يعيش مقعد أو مشلول عشان كذا لازم يتحرك بواسطة شخص مدرب أو نطلب الإزعاف ونستنى الإزعاف يجي ويحركه طيب في حالات بتستدعي أنه أنا أحرك المصاب سريع يعني ما حقدر إستنى أحركه من منطقة بتاعت الخطر إذا في حريك إذا في اختناق ما حخليه لحد ما الإزعاف يجي إذا جيد أحركه أول حاجة أنا أتأكد كيف أنه شخص مصاب في العمودة الفغري إذا ما كان في غيبوبة حيكون عنده ألم في الرغبة أو في الرأس وألم شديد جدا جدا ثانيا ممكن ألقى أنه وضع الرأس والرقبة وضع مائل أو وضع غير طبيعي الوضع الطبيعي أنه الرأس وتحته الرقبة تقريبا في شكل مستقيم ممكن ألقى واحد في اتجاه مع طبيعي أول لاثنين كذلك ممكن يكون في تلميل أو ضحفه في الحركة أو ضحفه في الإحساس أقوم أتأكد كيف أزأله هل حاسب أطرافك حاسب يدينك حاسب رجولك أطلب منه أنه يحرك يدينه يحرك رجوله وقبل ده أتأكد أنه هل هو واعي أزأله بصوت عالي أناديه بإسمه إذا استجاب لي معناته واعي بعد ذلك أطلب منه أنه يحرك أعضاؤه أهبشه أشوف حاسي أم لا حاسي ممكن يكون فيه انتفاق بالمعدة بعدما أتأكدت أنه الشخص ده مصاب في العمودة الفغري وطلبت الإزعافات الأولية هاعمل شنو هاستنى واشوف الأي بي سي اللو هاشوف مجر الهواء بتاعه واشوف التنفس واستنى إذا لازم أحركه لازم أحركه بطريقة محددة طيب إذا في منطقة بتاعت خطر وأنا عايز أحركه أعمل شنو أشوف حاجة اللوح مثلا نقالة إذا لقيت باب مهم حاجة تكون مستقيمة وأشيله ككتلة وأكون حريصة إنه الرأس والرقبة والعمودة الفغري يكون مستقيمة والحاجة تتطلب تيمورك يعني ما ممكن أنا براي أحرك طيب أنا قررت إنه نحركه عشان أساعده ما لقيت أي حاجة من الحاجات دي لا لوح ولا باب ولا غيره ممكن أحركه بملاية ما لقيت ملاية في أسوأ الأحوال ممكن أشيله من تحت كتفه وأحركه طيب بعد ما أحركه أكون في كل مرحلة متأكدة إنه كل الحاجات دي مستقيمة وأسبت الرقبة بجضع بتاعت كماش وأسبت باقي بيسمة على النقالة أو الحامل أنا حملته عليه وأدحرج المصاب ليه؟ لأنه أنا لازم أكون حريصة إنه الرأس والرقبة والعمودة الفغري كله يكون في خط مستقيمة بعد كده أقوم أشوف الأي بي سي زي ما قلت إذا لقيت إنه في جرح كبير أقوم أخط المصاب على جنبة عكس الجرح إذا لقيت إنه في سوايل طالع من أزنه أخدته في الجنبة الطالع منها السائل وغالباً دا يكون نخاع شوكي ودد سائل النخاع الشوكي دا دليل على إصابة في الجمدومة طيب أخدته على الجنبة وأخدت لي قضعة بتاعت شاشة أو أي قضعة نظيفة أخلي السائل ينزل وبارتياح يعني ما أضغط أحاول أوقف هذا السائل وزي ما قلنا من أولويات الإزعافات الأولية إنه نبقى حريصين على الأبجديات اللي هو التنفس ومجر الهواء والنزيف إن شاء الله تكونوا استفيدتم من هذه الحلقة وإذا لقينا شخص مصاب في العمود البغري نتمنى إنه نقدم له المطلوب ونرجع الثاني لبستي نشكرك دكتورة ونشكرك على النصيحة اللي قدمتها لينا وكل يوم عندنا نصيحة مختلفة مشاهدين كانت حلقتنا عن الإنترنت وإنه كيف نقدر نستفيد منه استفادة كبيرة وفي نفس الوقت نحقق الأمان بالنسبة لأطفالنا علشان ما يكبروا يكون في أي مشاكل نفسية من قبل بعض المشاهد اللي ممكن يشوفوها عبر الإنترنت هنا أتشرف دا تي فيي هو إيميلنا للتواصل ولإبداء أي آراء أو مقترحات ونشوفكم بإذن الله بكرة على ألف خير ودعناكم الله موسيقى موسيقى بيت الهنى موسيقى موسيقى